ليستطيع أن يكون منافس طبعاً للمنتجات الأخرى وكذات المنتج الإسرائيلي منها اللي بيحاول كمان أنه يتصدر هذه المنتجات بحاول أيضاً للدعم المزارع الفلسطيني من خلال إعادة تغليف هذه المنتجات الطبيعية وتواجدها في الأسواق المحلية رح ننشاهد طبعاً تجربة جمعية بيت لقية التعاونية يسعدنا الترحيب بخضر عاصر رئيس جمعية بيت لقية التعاونية الزراعية للتنمية والتطوير سعد صباحك وأهلاً سهلاً فيك وبعد طبعاً من المنتجات بيت لقية مغلفة بطريقة طبعاً حديثة لدعم المنتج الوطني في أسواقنا المحلية سعد صباحك سباح خير أهلاً سهلاً فيك سباح خير إلك ولتك زين فلسطين اللي أتاك مراء كان صباح أخضر إحنا منقول اليوم لأنه كل هذه الأشياء الجميلة أخضر إحنا نحكي دائماً من المنتج الوطني المنتج المحلي ينافس بالجودة بالأساس يعني هو أكثر جودة من أي منتج آخر لكن إحنا اليوم نقدم كمان منافسة فيما يتعلق بالتسويق الشكل اللي إحنا عم نقدمه حكولنا كيف بلشت الفكرة من صاحب الفكرة والمشروع بحد ذاته اللي هو كمان تابع لها الجمعية نعم صحيح كمان مرة صباح الخير لألك وشكراً لألكوا أن استضفتونا لنعرض منتجنا ونحكي عن دورنا الريادي وفكرتنا كجمعية تعاونية في بيت لكيا أحنا جمعية أسست في أواخر 2016 بكوام 53 عضو وعدو ومزارعين اليوم الجمعية 124 عضو وعدوة من المزارعين الرياديين والنشطين خلال الفترة هاي كنا عاملين خطة عمال وخطة استراتيجية لتطوير جمعيتنا وأخذنا بعين الاعتبار أن احنا من مقومات البلد المقومة الوحيدة هي الزراعة وهالمواطن صمودة في أرضه والنافس المنتجات الإسرائيلية ومش بس منافستها اللي نحاول نخلي كافة السوق الفلسطيني من هذا المنتج الرائع والمنتج العالي الجودة وعالي الكيمة والحمد لله توفقنا وصلنا لمرحلة كثير ممتازة متقدمة وصلنا لبيت التعبع والتغليف من خلال الإغاث الزراعية طبعا مشكرين وقفوا معنا خطوة خلال هذا مشروعنا ومشكرين كمان الجهة المانحة لدولة إسبانيا الحمد لله احنا كمزارعين ومزارعات وصلنا لبيت التعبع والتغليف بيت التعبع والتغليف كان من تخطيطنا ومطلبنا لأسباب عديدة أول شيء أننا نفتح إيد عاملة كمان أننا من الإيد العاملة لأكثر من 6 إلى 7 سيدات لتغليف المنتج زي ما أنتم شايفينه لأصناف يعني عشرات الأصناف موجودة عندنا في بلدتنا نحن بلد زراعية لدينا أكثر من 4000 دنم سهلي من زراعها وخصوصا بالوركيات يعني نحن تخصص وركيات منافسين ليس فقط في محافة رمال البيرة على مستوى الوطن في موضوع الوركيات لأننا كمان عضاء الجمعية والمزارعين لجأوا للشمال يزرعوا هذه الوركيات لأسعار الماء طبعا هناك الماء يمتوفر بأقل كلفة على المزارع طبعا خلت حدث عملية التغليف في تحضير المنتج للاستخدام المنزلي بصورة طبعا مباشرة يعني البعض يعني السبانخ مثلا متواجد زي كانوا انقطع جهز فقط من طبق الغسيل والطبخ باقي المنتجات المتواجدة عندنا بالإضافة لتغليفها بطريقة تيسر على المستهلك استخدامها نعم احنا مرحلة التغليف او فترة التغليف هاي الهدف منها ان ننزل على السوق منتج محمي منتج رائع وكمان هاي العبو اللي بتشوفوها هي يعني بتحمي المنتج لفترة اسبوع لعشر ايام ثمان ايام بظل فرش وطازج بالبداية كانت بالكيس بالامور هاي على الاسواق كان اليوم الاول واليوم الثاني الثالث بالكثير كان المستهلك يتلف هاي لانا كانت تذبل وتتعرض للعفن وللخراب احنا لا اليوم ابتكرنا هاي الطريقة اللي يكون فيه استمرارية لمنتجنا ونفتح اسواق جديدة كمان لمزارعيننا وزي ما تحكيت بالبداية كمان فتح اليد للإيد العامل للنساء ولكن هاي الطريقة كانت كثير ايجابية ابتكار جديد منتج آمن نعم يعني دايما بقولوا كمان احنا العين اللي بتاكل مش بس العين اللي بتاكل فبالتالي هذا الشكل كثير مشجع كثير برفتح النفس فخبرنا الناس بتتساءل هلا على الجانب الآخر المتعلق بالتكلفة انه هل كمان هذا رح يزيد شوي على اكيد اكيد احنا في مرحلة فضل الارتفاع ربما اللي كان بالفترة الأخيرة على المواد البلاستيكية احنا المنتج كمنتج بيت لك يا الاسم موجود الحمد لله يعني المستهلك بطلب منتج بيت لك يا لأنه هو آمن احنا منسكي من المي اللي احنا منشربها ما عنا مي مكررة والاستخدام غير آمن بالأمور هاي كمان في دور للجمعية بمراقبة المزارعين وارشادات للمزارعين ولكن التكلف والارتفاعات اللي حصلت بالأون الأخيرة خصوصا على المادة البلاستيكية نعم رفعت يعني العبوهاي ارتفعت تقريبا 300 بالمية وهاي طبعا تلقائيا احنا كجمعية وكمزارعين رحين تزيد كلفتها على السلعة وهذا دي تحمل مسؤوليتها كمان المستهلك سعي لكن في المقابل احنا مناخد جودة مثل ما حكيت يعني الناس بتدور على الاشي البلدي بتدور على الاشي العضوي اللي كل التفاصيل احنا منعرف انه هي لصالح المستهلك بالذات لما يلاقي طريقة التغليف هي جذابة كمان واللون الأخضر كمان جذاب لألها الجميع يتساءل ما تحمل الطاولة اليوم من هذه المنتجات والتي طبعا منشير انها بعض المنتجات الموجودة في الجمعية والتي بترعوها أول ممتواجدة لدى المزارعين لأنه الأصناف هي كثيرة من خضار أكثر تحدثنا أكثر عن طبيعة الخضار الموجودة يعني هذه جزء طبعا مش كل المنتجات اللي عنها هذه جزء لا تتجاوز الـ 20% من منتجاتنا هي عباء هاي زي هاي ضنعنع طبعا بتم تغليفها بتتم تنظيفها بشكل آمن وصحيح وسليمية بالمية بكونش فيها أضلاع ولا شي خربان ولا اشي لون أسود أو أصفر يعني بتكون منتقى بشكل صحيح بنحطها بالأبوهاي طبعا احنا قلنا علامة جريل هي أوراق يعني يعني أي مستهلك والمواطنين أوراق يعني عفقت هاي من متجات بيت لك يا طبعا ما سح دوء إلى الجمعية بإمكان أي مواطن من خلال جهاز الحديث يدخل على صفحات الجمعية بشوف كل نشاطات الجمعية وإحنا كجمعية جاهزين لأي استفسارات لأي إرشادات كمان زراعية عن نطاق امرأ اسم السلعة موجود على الأبوهاي وزنها كمان كديش إضافة احنا ريحنا كمان حتى الصبر ماركتات الكبيرة طلبوا الباركود كمان احنا عملنا الباركود احنا على نفقتنا كجمعية لنسهل عملية تسويك لألنا هذه نعنا مثلا البقدونس كذلك الطريقة في عنا جرجير عنا العلك في عنا كمان هاي مقلفة شوية اللي هي عبارة هاي عن بروكلي هاي مزروعة في أراضي بيت لكيا بجودة عالية جدا المنظر والمضاق عملناها بعبوة طبعا هاي العبوة باللون الأسود والأبيض والداخل طبعا بروكلي اللون الأخضر صحيح مقلفة يعني هاي العبوة لحالها الشيكل وشي حكها الفارغ فطبعا حضيف على هاي ولكن حولنا بطريقة كثيرة كويسة نعملها إنه ممكن المواطن والسيدة في البيت تستهلك العبوة هاي كمان لا إشي تاني لا حلويات لا إشي كمان في البيت يعني تستغلها بإمكانها تستغل العبوة هاي ما تكون ذات استخدام واحد مرة أخرى عند البيت والأمور هاي كمان طريقة البصل بالطريقة هاي بالأمور هاي تعرف هادي كمان في التلاجة أسهل أشياء وهاي كل المنتجات هاي أنا لسه أحكي مش بس سهلة الاستخدام أيضا بالتلاج وبالترتيب حتى للي بيستخدم كميات قليلة يعني للي أحيانا اللي بيجيب مثلا البروكلي بتكون نيانعة خضراء وللأسف ممكن يعني تنتسب الحلو فيها هي تدوم أكثر من أسبوع بتظلها إفرش يعني نخل شوي عن الموضوع هذا للأسف إحنا فينا بالسوق وطلعنا على الصبر ماركتات وعلى هاي بمحافة رمالو البيرة لكان المنتج الإسرائيلي موجود في كل الصبر ماركتات بأكل جودة بأكل وزن بأغلى سعرا وهذا الحكي موجود وبكل هاي نتمنى من الجهات الرسمية والحماية المستهلك يتبعوا هذا الموضوع والأهم من الجهات الرسمية وحماية المستهلك والأمور هاي المواطنين أنفسهم أنهم يلتفوا حول المنتج الوطني يلتفوا حول منتجات الجمعيات التعاونية وحنا زي ما حكينا في البداية يدعم للمزارع بشكل أساسي البلد عنا اليوم هي هالمزارع لا عنا لأسف يعني لا عنا بترول ولا عنا نفط ولا عنا ميناء ولا عنا الأمور هاي طب وين ممكن يلاقوا منتجات الجمعية؟ يعني في الطريقة لهاي حولنا قدر الإمكان وهذا من ضمن استراتيجيتنا نعمل توازن ما بين المزارع بدناش نحكيها أمور أخرى ومسميات أخرى سمناها توازن ولكن الناس دكية وتفهم شو معناتها الكلمة هاي هي توازن ما بين المزارع والمستهلك للأسف في استغلال طبعا للمزارع ولكن احنا من قدر الإمكان نضيق الهامش ما بين المزارع والمستهلك نعمل بتريكة حلوة وكويسة التوازن نوجد هاي البضاعة كلها موجودة إن شاء الله قريب جدا حتكون في كل المحلات اللي بتبيع الخضراء إن شاء الله وتستحق يعني بالفعل لأنها يعني ذات جودة ومنافسة وبهذا الشكل يعني أصلا إحنا دائما منحكي عن مقاطعة المنتج الإسرائيلي ودعم المنتج الوطني والمحلي لأن هذا كمان يعني مسؤولية وطنية شكرا لوجودك معنا شكرا لكم كل التوفيق